ايه رأيك في تصريح صديقك اللي لما كان بيقوله توقع شابر زداد يصعده مع الترجي؟ حتى لو بعد كده كان عد للتصريح وقال لقاء الزمالك هيكون أصعب لقاء بعد النتيجة أمام شابر زداد التصريح اللي قاله ده ده صريح نفسي مش ليه علاقة بالواقع هو عاوز يلعب نفسيا على الزمالك بس الزمالك عندهم مدرب علامي من أفضل عشر مدربين في العالم فريرة فعمر التصريحات النفسية دي ما هتأثر فيه ولا لقاءبت الزمالك اللي لقاءبت الزمالك كلهم نجوم مواهب كبيرة أنا في حال تفاول بالنسبة لفريق الزمالك قبل أتكلم على فريق الترجي وعناصر القوة فيه وعناصر الضعف أنا خليها أتكلم على فريقي فريق الزمالك فريق الزمالك عامر بالنجوم مواهب يا إيش دلوقتي حالة استقرار بعد تحسن النتائج البعض هيقول لي طب بالمريخ الفريق المريخ حضرتك الزمالك كان لعب بره ده راجع بنقطة من السودان هو لعب فيه بس دي نقطة جابها من بره ملعبه ومش التعادل مش سيء وكان مستر كويس وضيعت فرص وكان ليك دربة جزاء كان ليك دربة جزاء على الأقل كان هتغير النتيجة فسيقة في اللعبة كبيرة كمان الاجتماع اللي عمل المستشار المرتضى منصور كالعادة مستشار المرتضى منصور يعملوا مع الجهاز الفني واللاعبين تحدث في الكثير معاهم فتح كل الملفات معاهم يقال لهم روح لعبوا متعوا نفسكم ومتعوا جمهوركم وان شاء الله هترجاعوا منصورين فالاجتماع ده اجتماع تقليدي تجديد طاقات زيادة حماس زيادة تركيز ان مجلس الإدارة برئاسة مستشار المرتضى منصور وراء فريق ووراء جهاز الفني دعم الفريرة دعم للجهاز الفني بالكامل النقطة دي عايز اقول لها حضرتك على النقطة المهمة جدا ان اقدرت نادي الزمالك وراء فريقتها وقدرت تحل ازمة القيد اها طبعا فدي حاجة مهمة جدا طب اسمح لأعلق تعليق صغير احنا لازل اعلق براحتك الاول مرة خلاص الحمد لله المستشار مرتضى منصور هذا المستشار اعلن يعني حمد لله ماشي المستشار مرتضى منصور يتعامل مع ازمة اتعاملت مفتعلة بحكمة وعقل وحنكة وهدوء عمري ما توقعت من الهدوء ده دايما بيدخل المعارك ودايما بيجيب الحق لكن يتعامل مع هذه المشكلة اللي تعاملت بفاعل فاعل وهنا مش عارف الفاعل ده مين على درجة انا وصفتها اللي حضر العفريت يصرفه الحمد لله تم صرف العفريت بنجاح الحمد لله تم صرف العفريت من اتحاد كلت القدم بنجاح وانتحلت المسألة وتم قيد السلاسي المهم لفريقنا للزمالك انت جايب سلاسي يحتاجه فريق الزمالك في كل الخطوط خط الدفاع شبانة خط الوسط عندك بالحاج وبالحاج ده مكسب كبير للزمالك وفي المطشط الأفريقية والمحلية لانه لعب يجيد اللقب رقم عشرة يجيد اللقب رقم تمانية يجيد اللقب عالجناحين يعني لعب جوكر هحللك كل المشكلات الفنية ويقدر المضرب يوظفه ويقدر يلعب اكتر مكان فهيفدني جدا هيفدك جدا وحيبقى اللقب الجوكر الورقة اللي بتلعب بها في الملعب نفسه بتغييرات داخل الملعب طيب والمنسي ناص المنسي ناص المنسي ده من المهاجمين الذين يجودون اللقب تحت الضغط اللي يقدروا يستحوزوا على الكرة تحت الضغط اشتركوا في القناة